يقول السائل هل أهل البدع موجودون في كل آن ومكان وما هو المنهج الصحيح لرد كيدهم نعم أهل البدع يوجدون في كل زمان لا يخل زمان منهم ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع واجبنا نصيحتهم واجبنا أننا ننصحهم ونبين لهم ضرر البدع وخطرها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار علينا أننا ننصحهم ونبين لهم فإن امتثلوها الحمد لله وإلا نحن أدينا الواجب علينا ثم نعتزلهم إذا لم يقبلوا نعتزلهم لا نجالسهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل نعم